كشفت مصادر محلية مطلعة في محافظة أبيان عن إعدام قيادي بارس في تنظيم القاعدة داخل معسكر تنظيم في منطقة الخيالة بمديرية المحفد بتهمة الخيانة وقالت المصادر أن مسلحي تنظيم القاعدة قاموا بالأمس بتصفية القيادي في التنظيم صالح سعيد محراك أبو تميم رمياً برصاص بعد اتهامه بالخيانة وتقديم معلومات عن عناصر التنظيم إلى ما وصفتها بجهات معادية ولم تسمها وأضفت المصادر أنه جرى تصفية أبو تميم داخل معسكر تنظيم القاعدة الواقع في منطقة الخيالة حيث يتمركز عشرات من مسلحي تنظيم وبحسب المصادر فقد شهدت منطقة الخيالة خلال الفترة الماضية عودة أنشطة مسلحي القاعدة إضافة إلى عودتهم للنشاط والظهور في جبل عكد القريب من منطقة أمعين والمطقة الوسطى في مديرية لودر والوضيع في أبيان اشتركوا في القناة